اشتركوا في القناة وبقيادة الفارس كريستوف سوميلون بأغلى وأشهر ألقاب سباقات الخيل في العالم كأس دبي العالمي بعد أن تسيد الجواد بسرعته الكبيرة الشوط التاسع والرئيس في أمسية النسخة الثالثة والعشرين التي قيمت على مضمار ميدان وأكد سمو أن سباق كأس دبي العالمي للخيل لم يعد مجالا رياضيا فحسب فهو حول إمارة دبي إلى محط أنظار دول العالم من خلال حضور أكثر من ستين ألف متفرج في ميدان وملايين المشاهدين حول العالم وأشهد سموه بالمتابعة المستمرة لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والتي كان لها الأثر الواضح في ظهور السباق بحلة تنظيمية متميزة ووصوله إلى الأهداف التي وجد من أجلها وأشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى أن نظرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المستقبلية إلى كأس دبي العالمي واهتمامه المباشر ومتابعته الحثيثة له جعلت منه أفضل السباقات العالمية وأقواها من الناحية التنافسية والتنظيمية والمالية فضلا عن اجتذابه للعديد من الملاك والفرسان الذين يشاركون مع نخبة من جيادهم أملا في اقتناص اللقب الأفضل عالميا في رياضة سباقات الخيل والتوشح بالمراكز الأولى في جميع أشواطة وشارك الجواد جوردون سبورت لإستبل فيكتوريوس لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في الشوط السادس من السباق لمسافة 1200 متر المخصص للخيول المهجنة الأصيلة على كأس سباق دبي جولدون شاهين للفئة الأولى وحقق المركز السادس كما شهد سباق كأس دبي العالمي للخيل مشاركة كبيرة وواسعة من مختلف دول العالم ومن نخبة المجتمع والسياح والزوار الذين قصدوا دبي خصيصا لحضور هذا الحدث الذي جمع بين أمهر الفرساني وأرقى أنواع الخيول العربية التي افتتحت السباق بحوافر مليئة بالحماس والعزمة